السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد اللي ماشاء الله جبت لكم وصفة تعبوراك في الفرن يجي خفيف خاصة للناس لما تبغيش بوراك مقلي الشكل تعاشبة بجال الشكل ورداء خليكم تشوفوا المكونات وطريقة التحتار في مقراء ندير شوية تعزيد ندير حبة تعبصل صغيرة مقطعقة نخليها على نار قليلة لتتقلل شوية وتتبال ونسدع لها كمية ملا فيونداشي تجنب تستعملوا بولياشي نخلي لها فيونداشي طيب ومعندي لها شوية تع الملح شوية تع الفلكحل وشوية تع القرفة مرمى الطيب نطفي عليها ونخليها على جهة نسحق ثاني ازوج حبت باطاطا اللي كنا قطعناهم قطع وخليناهم في الماء احتلي طابو ومرمى طابو نصفيهم ونبدأ نمرس فيهم بهذا الشكل حتى نتحصلوا على مين بيوري غادي زيد عليهم شوية تع الملح فقط نخلطهم قاعد ونزيد عليهم الابيونداشي اللي كنا طيبناها ندل معهم شوية تع المعدنوس مقطع صغير نزيد تاني شوية تع الزيتون تاني اقدر مقطع صغير غادي نزيد كمية من الفرماش أنا نفضل نستعمل الفرماش في هاد المرحلة نخلط كلش مع بعض وكل واحد ودوقت كاين ليبغي من بعد كي يجي عمر البوريك يدير قطع تاع الفرماش أنا نفضل ندير كلش في رحبة من بعد زيت عليهم حبة تع بايد باش لفخص تعنا جينا طرية ما جيناش النشفة هاد هي لفخص اللي تحصلنا عليها نخليها تبرد شوية نستعملها شو هيها كيك حامية عندي أوراق تعديول اللي غادي ندير بيهم غادي نستعمل حبة كاملة وكتاني قطع ضوائر صغر بهذا الشكل باش نديرهم في القاعدة نديرهم من تحت نسحق تاني كمية تازب دولة المارغارين اللي كنا دوبناها وغادي نستعملوا هاد المول الخاص بلي كاب كيك ولا لي مفين لديهنها مليح باش الحبة تتحمر اللي كي ندخلها الطيب نحط هنها الورقة تاع الديول ونحط فيها هادك الوسيق اللي قطعناه اللي خدمناها بالديول تاني ندهن نمليح الورقة بشوية تاع السمن ولا شوية تاع الدهان باش الحبة تاع الديول جينا بنينة وجينا كخوسيونت نحط كمية من الفخص ملحشو في الوسط نديرها على شكل كورة صغيرة ما تكتروش بزيف لا فخص حبة تاعكم تتبلع لكم مليح وما تخرج لكم ش تاني الى فخص ونبدأ نشكل طريقة التشكيل رهي بينا في الفيديو نبدأ نلم في الاطراف تاع الديول بهاد الشكل ومبعد نحكمها كي ما نقولوا سره ولا رزمه ونلويها زوج دورات فقط ما نلويهاش بزيف بش ما تقطعنش الحبة تاع الديول كي ما نعرفوه الديول شوية خشان كون نزيدو معاهم شوية يتقطعو كي ما شتو وهدك قاع الزوائد ما بعد نلويهم ونديرهم من تحت ونحط الحبة في المول المول هدا يساعدكم بزيف الحبة تبقى محافظة على الشكل تاحها ما تتحلش نعاود ندير حبة معكم باش شوفوا الطريقة نحط الورقة تاعي تاع الديول نحط فيها هديك القطعة الصغيرة تاع الديول اللي كنت تحتها على شكل دائري نحط لها فخص ونبدأ نلم في الحبة في الورقة تاع الديول نلم الاطراف فقط بالفوق ومبعد بيدي نزير شوية برك ما نضغط عليها بزيف نلويها زوج خضرات فقط ونبعد هديك الزوائد نرجحهم قاع للتحت باش هديك القاعدة التحتانية تاني جيني خشينا شوية و جيني خوستيون ولا فخص ما تخرج ليش نستفهم في المول ومن بعد في الاخير قاع قبل ندخلهم يطيبو ندهنهم بشوية تاع الدهان ولا تاع سمن ندخلهم يطيبو في فوليك وتحميتها مقبل على 180 درجة حتى يتحمروا اليمليح ملتحت و ملفوق ومام فليكوتي نخرجهم نحطهم فوق باش مية يعرقوش باش يقودوا لك خوسيانت زيانتهم هنا بشوية تاع المعدنوس وهذا هو الشكل النهائي تاعهم الشكل تاعهم يجي شباب بزاف يجوا مقرمشين كان بزاف ناس ما تبغيش البوراك مقلي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم وتلاقوا في وصفات جديدة ان شاء الله شكرا